أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتد بهداه أما بعد تكلمنا في الدرس السابق عن الفعل الثلاثي المجرد وعرفنا أبوابه المختلفة وتكلمنا عن الربعي المجرد وله وزن واحد فقط اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الفعل الثلاثي إذا زيدت فيه الزيادة وعن الربعي إذا زيدت فيه الزيادة نقول الفعل المزيد فيه الفعل المزيد فيه إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون ربعيا لأننا عرفنا أن الفعل المجرد ثلاثي وربعي فالمزيد فيه إما أن يكون ثلاثيا وزادت عليه زيادة أو أن يكون ربعيا زادت عليه زيادة نقول ثلاثي أو ربعي أيضا فالثلاثي قد يزاد عليه حرف أو يزاد عليه حرفان أو يزاد ثلاثة أحرف ولا يزيد عن ستة نقول ثلاثي مزيد بحرف أو ثلاثي مزيد بحرفين أو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف أما الثلاثي المزيد بحرف فقد نزيد في أوله الهمزة هو على وزن فعل فنزيد الهمزة يصبح على وزن أفعل وقد نزيده التضعيف فيصبح على وزن فعل أو نزيده ألفا فيصبح على وزن فعل وليس هناك غير ذلك الفعل الثلاثي المزيد بحرف يكون على وزن أفعل مثل دخل نقول أدخل وخرج نقول أخرج وأكرم وأعطى ومثل هذا فهمنا؟ هو ثلاثي أصلا زاد عليه حرف واحد وربما يزيد حرف في الوسط بالتضعيف فنقول في علم علم وكلم وفهم وكبر وكسر ومثل هذا وربما نزيد ألفا فيأتي الفعل على وزن فعل مثل مثل ناقش حاور كاتب فاهم جاهد وهكذا وليس هناك فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد وهذه الزيادة ليست للإلحاق زيادة لها معنى ليس هناك ثلاثي مزيد بحرف واحد يخرج عن هذه الأوزان الثلاثة فهمنا؟ لا نتكلم عن فاع ولا وفاع يلا وفاع نلا ومثل هذا من الأوزان الملحقات الأوزان الملحقة ليس لها معنى الزيادة ليس لها معنى فقط ننقل وزنا إلى وزنا أما المزيد هنا فلا يخرج عن هذه الأوزان الثلاثة إذا كانت الزيادة حرفا واحدا فإن كانت الزيادة حرفين فإنه يبدأ بالألف فنقول إن فعل بزيادة الألف والنون أو افتعل بزيادة الألف والتاء أو افعل بزيادة الألف والتضعيف وربما نزيد تاء في أوله فيأتي على وزن تفاعل أو على وزن تفاعل خمسة أوزان إن فعل مثل الفعل كسر نقول إن كسر وطلق نقول انطلق إن فجر إن فتح إن بعث إن شق وضح هذا نوع نوع ثاني نزيد فيه الألف والتاء من الفعل جمع بزيادة الألف والتاء نقول اجتمع واشترك فهمت واجتهد فهمت على وزن افتعل وانتهى وانتظر كله على وزن افتعل وعلى وزن فعل وهذا الوزن مشهور في الألوان ومشهور في العيوب نقول من اللون حمرة نقول ماذا احمر بزيادة الألف والتضعيف احمر وبيض ويأتي في العيوب اعور لمن فقد واحدة من العينين اعرج لمن كان في رجله فهمنا عرج ومثل هذا هو مشهور في هذا النوع وسيأتينا ان شاء الله تعالى في المعاني اما تفعل بزيادة التاء وزيادة التضعيف تفعل نحن كنا قبل قليل زيادة التضعيف في علم نقول ماذا نقول علم طيب واذا زدنا التاء والتضعيف نقول تعلم وتكلم وتكبر وتكسر ومثل هذا هذا فعل ثلاثي مزيد بحرفين هل نسميه خماسيا نعم نسميه خماسي هو خماسي ولكننا نعرف انه في الاصل كان ثلاثيا وزاد عليه حرفين وقد يأتي الفعل على وزن تفاعل مثل ناقش زدنا الالف نزيد التاء معا نقول تناقش وتفاهم وتقابل وتقاتل وتلاعب ومثل هذا فهمنا طيب ولاحظ أن كل هذه الأوزان تأتي في صورة الماضي يعني لا تأتني بصورة المضارع مثلا ثم تقول حرف المضارعة من من الزوائد أو هذا الفعل مزيد بحرف المضارعة لا إذا قلت لك مثلا كتب فعل ثلاثي وكنا يكتب هو أيضا ثلاثي ولا نعد هذه الياء التي زيدت لأجل المضارع أصلا كذلك الضمائر لا تدخل العدد يعني لو كنا كتبت لا تقول رباعي كتبت لا تعد التاء فالتاء هي ضمير ليست من الكلمة فلا تدخل معنا في العدد نحن نتكلم عن الفعل فقط إذا كان ماضيا قد يكون الفعل مزيدا ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف وله أربعة أوزان مشهورة وزنه استفعل ووزنه إفعال ووزنه إفعال ووزنه إفعال جيد وبعضهم يزيد وزنين آخرين وهما وزنه إفعال لا ووزنه إفعال لا وبعضهم يقول بل هما من الملحقات بمزيد الرباعي فلا يدخلهما في هذا النوع إذن هناك وزنان فيهما كلام وزنه ووزنه عن لا وسنتكلم عن بعضها قريبا وزنه استفعال مثله فهم نقول بزيادة الألف والسين والتا استفهم خرج استخرج استكبر استعلم فهمنا وهكذا وزنه فعاو على هو أقل من استفعال في الاستعمال مثل قولهم إعشاو شبت الأرض إعشاو شبت إذا نبت العشب العشب هو النبات يخرج مثلا إذا نزل المطر أو بعد ذهاب الثلج في بلادكم ما الذي يخرج من الأرض يأكله الحيوان هذا يسمى عشبا نقول إعشاو شبت الأرض يعني ظهر فيها العشب فهمنا وزن فعال كنا قبل قليل نفعل إفعل بمعنى بمعنى قوة اللون أو قوة العيب كما سيأتينا إفعل هذا زيادة في اللون وزيادة في العيب فنقول إحمار وهكذا أما وزن فعول بالتشديد وزيادة الألف فمثل قولهم إجلوذ إعلوط إجلوذ بمعنى بمعنى السرعة مشى بسرعة فهمنا والأصل الجيم واللام والذال والألف والواو المضاعف زائدان فهمنا هذا بالنسبة للفعل الثلاثي الفعل الثلاثي إذا زادت عليه الزيادة قد يزاد بحرف وقد يزاد بحرفين وقد يزاد بثلاثة أحرف وليس أكثر من هذا أما الفعل الرباعي فيزاد بحرف أو بحرفين فقط ترجمة نانسي أما المزيد بحرف فله وزن واحد نأتي إلى وزن فعل للا الذي هو رباعي أصلي فنزيد في أوله التاء فنقول تفعل للا زلزل نزيد التاء فنقول تزلزل وزن واحد فقط تضح تبع ثر وهكذا ما الفرق بينه وبين تفاعل نقول تفاعل في الأصل فعل ثلاثي وزاد عليه حرفان تكلم تحدث في الأصل حدث ها ودال وثاء فهمنا وزدنا فيه تاء وتضعيف أما هذا فزدنا فيه التاء فقط لأن الباقي أصول فهمنا وأما المزيد بحرفين فله وزنان وزن إفعلا ل ووزن إفعلا ل إفعلا ل من الفعل الطمئنة نقول يطمئن إكشعر إكفهر وكوهد هذا على وزن إفعلا ل أصله طمئنة ربعي زدنا الألفة في أوله وزدنا التضعيف في آخره ووزن فعن ل ل مثله إحرنجم طيب إفعلا ل إحرنجم أصله حرجمة بمعنى جمعة وحرنجم يعني اجتمع حرجمت الإبل فحرنجمت يعني جمعتها فاجتمعت يعني أنا جمعتها وهي اجتمعت فهمنا هذه أوزان الفعل المزيد فيه عموما سواء كان ثلاثيا أو كان رباعيا مزيدا بحرف أو بحرفين أو بثلاثة في ثلاثي أو مزيدا بحرف أو حرفين في الرباعي وليس هناك غير هذه الأوزان إلا إلا ما كان ملحقا نحن كنا الملحق بالرباعي ماذا الملحق بالرباعي سبعة أوزان سماعية طيب وزن فعل ل وزن فع ولا وفو على وفع يلا فهمنا وفي على وفع عن لا كنا وفع لا هذه سبعة أوزان ملحقات بالرباعي هناك أيضا بعض الأوزان ملحقة بالمزيد على الرباعي ونمر بها إن شاء الله انظر في كتابك قال المصنف رحمه الله أوزان الثلاثي المزيد فيه الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان وما زيد فيه ثلاثة أحرف فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة غاية يعني نهاية آخر آخر ما يصل إليه الفعل بالزيادة ستة لأنه لا يزيد عن الستة بخلاف الاسم فإن الاسم قد يصل إلى سبعة الاسم يزيد إلى السبعة أما الفعل فلا يزيد عن الستة بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة سبعة طيب ما سبب ذلك؟ قالوا السبب في ذلك هو ثقل الفعل الفعل فيه يدل على الحدث والزمن الفعل أثقل من الاسم وخفة الاسم فلما كان الفعل ثقيلا جعلوه يصل إلى الستة فقط ولم يزيد لكي لا يثقل أما الاسم لما كان خفيفا لم يجد بأسا بزيادة حرف سابع قال المصنف أولا الثلاثي المزيد بحرف واحد فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان الأول وزن أفعل مثل أكرم أكرم من الفعل السالم وأولى من الفعل اللفيف وأعطى من الفعل الناقص وأقام من الفعل الأجوف وآتى أصله أأتى من الفعل المهموز وآمن أيضا آتى هو مهموز وفي نفس الوقت ناقص آمن أصله أأمن فهمنا على وزن أفعل من الفعل المهموز الصحيح وأقر من الفعل المضاعف وهكذا النوع الثاني وزن فاعل كتبناه ثالثا هنا مثل قاتل وآخذ ووال والا يعني جعل شيئا بعد شيئا سيأتينا إن شاء الله تعالى المعاني الثالث وزن فاعلة بالتضعيف مثل فارحة نقول فيه ماذا؟ نقول فيه فجرحة وزكى زكى زدنا التضعيف أيضا من زكى وولى وبجرأ وهكذا هذا بالنسبة للثلاثي المزيد بحرف واحد أما النوع الثاني وهو الثلاثي المزيد بحرفين فيأتي على خمسة أوزان الأول وزن فعلة مثل انكسر انشق انقاد انمح وهذا الفعل كما سيأتينا بإذن الله تعالى سماعي سماعي يعني ما سمع استعملناه وما لم يسمع لم نستعمله يعني نقول انكسر من الفعل كسر لأنه مسموع ولا نقول انجلس من الفعل جلس لأنه لم يسمع فهمت جلس لا نقول انجلس لم يسمع انشق مسموع انفتح انقاد انقطع انمح هذا مسموع الثاني وزن افتعل مثل اجتمع فهمنا من الفعل السالم واشتق من الفعل المضعف واختار من الفعل الأجوف وادعا واصله ادتعا ادتعا سيأتينا هذا ان شاء الله تعالى افتعل فقلبت التاء دالا ثم اضغمت فقلنا ادعا والفعل ناقص اتصل ايضا اصله وصل واصل الفعل اوتصل كما سيأتينا ايضا ان شاء الله تعالى في مكانه اوتصل قلبت الواو تاءا وادغمت فقلنا اتصل واتقى من وقى اوتقى في العصل ايضا واستبر من الفعل صبر استبر استت افتعل ولكن قلبت التاء اطاء لمناسبة الصاد لانها حرف مطبق اضطرب نفس الكلام اضطرب بالتاء قلبت التاء اطاء كذلك وكل هذا ستأتينا قاعدته ان شاء الله تعالى في موضعها في وزن افتعالى النوع الثالث افعل لونه احمر 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 التفاح اصفر الورد فهذا مشهور في الالوان واعور اذا فقد واحدة من العينين او اعرج اذا اصيب بشيء في قدمه فيأتي في الالوان ويأتي في العيوب غالبا وقد يكون في غيرهما وهذا قليل مثل قولهم ارفض فلان عرقا ارفض يعني سال عرقه والعرق الماء يخرج من الجسم عند الجهد او المرض فيقولون ارفض زيد عرقا فهمنا وهذا ليس لونا وليس عيبا ولكن هذا قليل الكثير فيه انه يكون في الالوان والعيوب اخضل الروض طيب اخضل بمعنى ابتلى ابتلى اذا نزل عليه الماء في الصباح ماء الندى اخضل الروض والروض هي الرياض هي الحديقة فهمنا كهلا ومنه يعني من هذا ارعاو ارعاو على وزن فعل لانهم قالوا ان الاصل رعا الاصل رعا و اخذ على وزن فعل للدلالة على سيأتينا ان شاء الله تعالى معنى رعاو رجع عن الخطأ وحسن رجوعه طيب كابرت سن فلان وهو يفعل المعاصي ولا يرعوي لا يرعوي يعني لا يعود والعوا بمعنى رجع وعاد الرابع وزن تفعل ثلاثة تبدأ بالألف انفعل وافتعل وافعل ووزنان يبدأني بالتاء تفعل وتفاعل كهلا تفعل مثل تعلم وتزكى ومنه من هذا النوع الزكرة والطهرة انتبهن جدا قال العلماء ان الفعل ان الفعل اذ ذكر اصله هكذا تذكر وتطير تذكر مفهوم مقابل ناسية ناسية وتذكر تطير بمعنى تشائمة فهمنا تطير بكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة طيب يعني تشائمة هي التشاء تذكر وتطير قال العلماء قلبت التاء ذالا على غير قاعدة بدون قاعدة هكذا كلبت ذالا وهنا كلبت طاء بغير قاعدة فصار ماذا تذكر صار ذكر بذالين فهمنا تطير بطاءين فلما تشابه الحرفان سكن الأول وأضغم في الثاني فأصبح ماذا فأصبح هكذا ذكر و طير فلم نستطع لم نستطع أن نبدأ بالسكون فزيدت ألف الوصل فهمنا زيدت ألف الوصل فكنا اتطير والذكر فهذا أصله كان تفاعل فهمت جاء في القرآن اتطير اتطيرنا بك وبمن معك أصله تطيرنا وحدث فيه هذا القلب ولهذا السبب قال ومنه اتذكر والطهر وهكذا الخامس وزن تفاعل مثل تباعد تشاور ومنه تبارك على وزن تفاعل وتعال على وزن تفاعل وكذلك الثاقل والدارك نفس الكلام الذي قلناه في الذكر والطيرة قالوه في الثاقل قالوا أصل الفعل تثاقل تثاقل بمعنى صار ثقيلا فهمنا تثاقل زيد في قيامه يعني قام بثقل وادارك أصله تدارك حدث ما حدث هنا ماذا فعلنا قلبت التاء ثاء على غير القاعدة يعني ليس لها قاعدة يعني لا تقل في تناقش نناقش ثم تفعل نفس الشيء هذا سمع في هذه الأفعال المعينة سمع هكذا فلا نقيس عليه قلبت التاء دالا فأصبح ثثاقل دارك هكذا ما القاعدة بغير قاعدة سمع فقط في هذه الكلمة ثم أضغمت الثاء في الثاء فبدأ الفعل بالسكون فلما بدأ بالسكون احتجنا إلى ألف فقلنا الثاقل ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض هذا الفعل الثاقل و نفس الشيء في تدارك ضعفة لما أضغمنا الدالة في الدال فزيدت ألف الوصل بل اتدارك علمهم اتدارك اتدارك هذا أصله تدارك طيب ولو لم يقل العلماء هذه الأقوال لوجد عندنا أوزان أخرى وهي إففعل وهذا ليس موجودا هنا و إففعل وهذا ليس موجودا هنا فقالوا أصله تفعل وتفاعل وحدث فيه هذا القلب في هذه الأفعال القليلة المحفوظة هي مسموعة هكذا محفوظة عليه واضحة طيب قال بعد ذلك النوع الثالث الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان الأول وزن استفعل مثل استخرج استقام على وزن استفعل الأول مثال الأول سالم والثاني أجوف الثاني وزنف عوعل مثل اغدودنا الشعر إذا طال اغدودنا الشعر يعني طال الشعر أصبح طويلا وعشاو شبال مكان إذا كاثر عشبه فهمنا احدودب الظهر احدودب بمعنى إنحنى نقول مثلا إحلول التمر أو البلح إحلول بمعنى صار حلوا ومثل هذا الثالث وزن فعال مثل حمار وشهاب أي قوية حمرته أو قوية شهبته جيد والشهبة لون بين الأبيض والأسود والحمرة مفهومة الرابع وزن فعول مثل جلوذ إذا أسرع جلوذ زيد ما معنى جلوذ يعني مشى بسرعة اعلوط اعلوط زيد البعيرة الجمل لكي يركب لكي يركب الناس الجمل ينيخونه يعني يقعدونه أولا يقعدون الجمل ثم يركبونه ثم يقوم بهم تهمنا طيب ولكن بعض الشباب يستطيع وإذا كان الجمل قائما يستطيع أن يتعلق برقبة الجمل وأن يركبه فنقول في هذا الفعل اعلوط اعلوط زيد الجمل بمعنى تعلق بعنقه ثم ركبه وهو قائم هذا الفعل على وط نعم هذا الفعل خاص بهذا فهمنا إذن هذه أوزان الفعل الثلاثي المزيد بحرف أو بحرفين أو بثلاثة فماذا عن الربعي الذي زيد فيه قال الربعي المزيد ينقسم الربعي المزيد فيه إلى كسمين ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفين طيب لماذا لا يوجد ما زيد فيه ثلاثة قلنا لأن الفعل لا يزيد عن ستة فإذا كان ربعيا أصلا لكي يصل إلى الستة يحتاج إلى حرفين قال المصنف الذي زيد فيه حرف واحد له وزن واحد وهو تفعل للا مثل تدحرج والذي زيد فيه حرفين وزنان الأول وزن إفعن للا مثل حرنجمة وكل حرنجمة يعني اجتمع طيب وعكسه إفرنقعة يعني تفرق الثاني إفعن للا مثل اقشعر اقشعر الجلد إذا اهتز بسبب الخوف أو البرد الإنسان إذا شعر بخوف أو ببرد فهمنا يقشعر يعني يجد في جلده اهتزازا أو من الخوف واطمأ هذا مقابل اقشعر من الطمأنينة والأفعال ربعية زاد عليها حرفان طيب وكنا من قبل قلنا إن الفعل الربعية له ملحقات ألحقت به المزيد منه له ملحقات كذلك ولهذا قال الملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان نحن قلنا ما زيد فيه حرف واحد وزن واحد نزيد التاء وله وله ستة أوزان ملحقة به كما قلنا في الملحقات بالربعية المجرد تفعل نحن قلنا هناك جلببة ملحق بالربعية تجلببة بزيادة التاء يكون ملحقا بمزيد الربعية تفع ولا مثل قولهم تراهوك تراهوك هذا يكون عادة لرجل السمين عادة عندما يمشي ويهتز جسمه يهتز فهمنا نقول تراهوك فلان في مشيته يعني كان فيها اهتزاز قال يقولون في هذا يمشي كأنه يموج يعني مثل موج البحر قال الثالث تفعل مثل قولهم تشيطن تشيطن بماذا بمعنى ماذا بمعنى يعني تحول إلى شيطان الرابع تفوعل مثل قولهم تجورب كن فوعل من قبل وتفوعل إذا لبس الجورب تجورب الخامس تمفعل مثل قولهم تمسكن زيد تمسكن يعني أظهر المسكنة مجيد السادس والأخير تفعل مثل قولهم تسلق كن سلق وزن فعل ملحق بالربعي المجرد فإذا أردت أن تزيد عليه التا سيصبح ملحقا بمزيد الربعي المجرد تفعل تسلق وكن تسلق إذا نام على ظهره مجيد تمام قال المصنف رحمه الله ملحقات المزيد بحرفين المزيد بحرفين يلحق به وزنان الأول وزن فعن للا ك إقعنسس طيب قالوا إقعنسس بمعنى رجع أو بمعنى تأخر طيب ويقولون إقعنسس فلان إذا قدم صدره أيضا إقعنسس جيد هذا ملحق بالمزيد فيه وهنا سؤال وزن فعن للا إفعن للا هل هو ربعي مزيد بحرفين أو هو ملحق بالربعي قالوا هذا الوزن مشترك انظر إلى حرنجمة ما أصله ما أصله حرنجمة أصله حرجمة حرجمة ربعي زدنا ألفا ونون فهذا ربعي مزيد بحرفين طيب ولو قلت إقعنسس إقعنسس أصله قعس قعس أصلا ثم زدنا سينا للإلحاق فأصبح قعسس مثل جال بابا فالسين الثانية زيادة زيادة للإلحاق ثم زدنا الألف والنون فهو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف ولكن واحد من هذه الحروف واحد منها مزيد للإلحاق واثنان زائدان لغير الإلحاق فلهذا السبب قلنا إن وزن إفعن للا قد يكون ربعيا مزيدا بحرفين وقد يكون ملحقا بالربعي مزيدا بحرفين ولهذا قال إفعن للا كإقعنس سا والثاني إفعن لا مثل إسلان لأن قلنا فعلا هذا ملحق بالربعي المجرد فإذا زدنا الألف والنون يصبح ملحقا بمزيد الربعي ثم فرق قال الفرق بين وزني إحرنجم وقعنس لأن كل منهما إفعن للا ولكن واحدا منهما ربعي مزيد بحرفين وواحد منهما ثلاثي مزيد بثلاثة فهمنا والصوت واحد قال الفرق بينهما أن قعنس إحدى لاميه زائدة السين والسين السين الثانية زيادة زائدة للإلحاق بخلافح رنجمة فاللامان أصليتان لأنهما أمام الجيم والميم والجيم أصلية والميم أصلية بخلافح عن سسة فالسينان ليست أصليتين واحدة منهما أصلية وواحدة زائدة إذن الوزن واحد والصوت واحد من جهة الوزن فإن ولكن بحسب المثال يختلف إما أن يكون ثلاثيا مزيدا بثلاثة فعند ذلك نقول هو ملحق بمزيد ربعي وإما أن يكون ربعيا مزيدا بحرفين تنبيهان قد ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار عدد الحروف مادته يعني عدد حروفه أربعة أقسام ثلاثي ربعي مجرد أو مزيد لا بس يعني ربعي مجرد مثل زلزلة أو ربعي مزيد مثل فهذا أكرم علم ناقش نسميه ربعيا هو ثلاثي مزيد الفعل بحسب عدد الأحرف إما ثلاثي وإما ربعي وإما خماسي وإما سداسي فهي أربعة أنواع ثلاثي ربعي خماسي وسداسي قال ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام ثلاثي وربعي وخماسي وسداسي وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات سبعة وثلاثون بابا طيب الفعل انتبه جدا الفعل باعتبار مجرده ومزيده وما فيه من الحركات والسكنات كم وزنا في اللغة سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون أين هي نقول في الثلاثي المجرد في الثلاثي المجرد ستة فعل يفعل 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 وفعل يفعل يفعل فإمتى وفعل يفعل هذه ستة ستة في ماذا في الثلاثي المجرد وواحد لربعي المجرد يصبح المجموع سبعة الآن سبعة تمام؟ سبعة في المجرد وثلاثة في المزيد بحرف في الثلاثية المزيد بحرف فهمنا؟ عشرة وخمسة في المزيد بحرفين خمسة عشر وأربعة في المزيد بي فهمنا؟ فهمت؟ تسعة عشر وواحد عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثم عود إلى الملحقات الملحقات سبعة فهمت؟ سبعة في الملحق بالربعي وستة في الملحق بالمزيد بحرف واثنان في الملحق بالمزيد بحرفين يكون مجمل الأوزان التي مرت بنا سبعة وثلاثون وزنا واضحة؟ المعنى مفهوم طيب قال المصنف رحمه الله التنبيه الثاني هذا تنبيه مهم جدا لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر بل المدار في كل ذلك على السماع انتبه لا يلزم في كل فعل مجرد أن يكون له مزيد بمعنى بمعنى لا يجب أن نقول مثلا مثلا في الفعل جلس نقول ماذا؟ نقول أجلس جلس جالس إن جلس اجتلس اجلس تجلس تجالس استجلس لا يلزم هذا اجلولس ليس هكذا بل المسألة سماعية سمعنا أجلس جلس نستعمل ولم نسمع اجلولس ومثلا لم نسمع تجالس أو سمع تجالس اجلس مثلا لم يسمع هذا فلا نستعمله فلا يلزم في كل فعل مجرد أن نستعمل فيه ماذا؟ كل أنواع المزيد والعكس كذلك لا يلزم أنك إذا وجدت فعلا مزيدا أن يكون له ثلاثي مستعمل ليس بلازم يعني مثلا اجتمع اجتمع وجدنا الفعل جمع مستعملا طيب ولو قلت مثلا اشترك لم نستعمل الفعل شرك لم يستعمل هكذا ثلاثيا ولكن الخماسية منه استعمل إذن لا يلزم في كل مجرد أن نستعمل فيه كل أنواع الزيادة ولا يلزم في المزيد أن يكون له مجرد مستعمل طبعا له 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 عقلا ولكن لا يلزم أن يكون مستعملا ولا يلزم أن هناك بعض الأفعال استعملت في وزن فعل مثلا أن بعض الأفعال الأخرى يستعمل فيه فهمت؟ ليس هكذا بل المسألة كلها سماعية يستثنى من ذلك الفعل الثلاثي اشتهرت زيادة الهمزة فيه حتى تقريبا كل فعل ثلاثي يجوز له أن تزاد الهمزة ويستعمل يستثنى من ذلك الفعل اللازم الثلاثي فتضطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية هذا السثناء زيادة الهمزة هذه مشهورة جدا حتى إنها تقريبا موجودة في كل فعل ثلاثي جلس أجلس دخل أدخل فهم أفهم خرج أخرج فهمت؟ فهي مستعملة مشهورة فلهذا السبب هي مضطردة فيقال في ذهب أذهب وفي خرج أخرج وهكذا تمام؟ طيب سؤال مهم هنا إذا كنا نزيد على وزن فعل هذه الزيادات التي مرت بنا فما فائدة الزيادة؟ لماذا نزيد؟ لماذا نزيد هذه الزيادة؟ قال العلماء هذه زيادة تفيد شيئا في المعنى لأن القاعدة عندهم أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى إذا كان الفعل جلس والفعل أجلس بنفس المعنى فلماذا استعمل العرب صورتين مختلفتين؟ إذن ما فائدة هذه الزوائد؟ نقول كل واحدة منها تفيد معنى طيب ما معاني هذه الأوزان المزيدة؟ تفضل يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في معاني صيغ الزوائد أولا وزن أفعل صيغة أفعل لماذا نحول الفعل من فعل إلى أفعل؟ على أي شيء يدل؟ قال العلماء له كثير من المعاني التي يدل عليها إذا تحول له معاني كثيرة نذكر منها عشرة فقط الأول التعدية وهي أشهرها إذا كان الفعل لازما وزدنا له الهمزة يصبح متعديا لازم يعني لا ينصب مفعولا إذا زدنا الهمزة يصبح متعديا جلس زيد فعل لازم أو متعدي؟ لازم سيأتينا هذا قريبا ولكن هو مفهوم مسألة بسيطة جلس زيد فعل لازم فإذا زدت الهمزة وقلت أجلس ستقول أجلس الأستاذ زيدا فتزيد مفعولا به بسبب زيادة هذه الهمزة فالهمزة هنا فائدتها التعدية طيب ماذا لو كان الفعل متعديا أصلا تفهم متعديا أصلا فهم زيد الدرسة ثم زدنا الهمزة قالوا ستزيد مفعولا ويصبح الفعل ناصبا لمفعولين نقول أفهم الأستاذ زيدا الدرسة فزيدا يصبح مفعولا أول والدرسة مفعولا به ثاني طيب ماذا لو كان الفعل أصلا متعديا إلى مفعولين فهمنا علم زيد الامتحان سهلا الفعل ينصب مفعولين أصلا إذا زدت الهمزة يصبح ناصبا لثلاثة مفعيل إذن زيادة الهمزة تزيد مفعولا فإن كان الفعل لازما نصب مفعولا واحدا وإذا كان متعديا لمفعول واحد تعد إلى المفعولين وإذا كان متعديا إلى المفعولين تعد إلى الثلاثة تمام؟ طيب ماذا لو كان أصلا متعديا إلى ثلاثة؟ نقول لا يوجد فوق هذا يعني لا يوجد فعل ينصب أربعة مفاعل ولهذا ستجد الذي نصب ثلاثة مفاعل إما أن يبدأ بالهمزة مثل أعلم وأرى وأنبأ وأخبر وإما أن يكون مضعفا مثل نبأ وخبر وحدث وهكذا ولا يزيد الفعل في لا تزيد مفعولات الفعل المفعولات به عن ثلاثة قال المعنى الأول لوزن أفعل التعدية وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا نحول الفاعل إلى مفعول بسبب الهمزة كأقمت زيدا أصل الكلام كان قام زيد فعل وفاعل فعندما زدنا الهمزة أقمت زيدا فيصبح زيدا مفعولا وأقعدته وأقرأته الأصل قام زيد وقعد وقرأ في الأصل فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقعدا مقرأا يعني صار مفعولا هو مقعد هو مقرأ مثل هذا فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد إذا كان لازما أصلا يصبح متعديا لواحد بسبب زيادة الهمزة فهمنا وإن كان وإذا كان متعديا لواحد أصلا صار بها متعديا لاثنين وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة وهكذا ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم لا يوجد فعل ناصب لمفعولين أصلا أصلا ثم بسبب الهمزة صار ناصبا لثلاثة إلا الفعل علم والفعل رأى من أخوات الظن طيب وماذا عن أخبر وخبر ومثل هذا نقول هذا الفعل وجد هكذا ناصبا لثلاثة مباشرة ولم يكن أصلا ناصبا لمفعولين ثم بالهمزة زاد تقول أريت أو أعلمت زيدا بكرا قائما أريته بمعنى جعلته يرى ويرى هنا ليس بمعنى ينظر يرى بمعنى يعتقد يعني يغير رأيه فهمنا فيرى ليس بمعنى ينظر لأن رأى التي بمعنى نظر هي أصلا ناصبة لمفعول واحد فإذا زدت لها الهمزة ستصبح ناصبة لمفعولين رأيت زيدا يعني نظرت إليه طيب وتقول أرى الأستاذ زيدا عمرا يعني جعله ينظر إليه فينصب مفعولين بسبب زيادة الهمزة أما رأى القلبية فهي التي تنصب مفعولين أصلا فإذا زادت الهمزة نصبت ثلاثة المعنى الثاني أحيانا نستعمل وزن أفعل لندل على أن شيئا صار صاحب شيء يعني عنده شيء صيرورة شيء ذا شيء كقولهم ألبن الرجل يعني صار عنده لبن وأتمر يعني صار عنده تمر وأفلس يعني صار عنده فلوس فهمنا وغالبا غالبا تجد هذا من غير فعل تجده مأخوذا من الأسماء غالبا يعني نقول أورق الشجر يعني صار له ورق فهمنا وأثرى زيد يعني صارت له ثروة وأتربة يعني صار ذا تراب يعني أصبح فقيرا ذا مطربة فهمنا ومثل هذا فغالبا تجده من من اسم يعني مأخوذ من اسم أصلا فيدل على صيرورة شيء ذا شيء هو سماعي سماعي كل هذا مسموع والعلماء عندما تأتيهم جملة مثلا محتملة ينظرون في المعاني المشهورة فيقولون إن هذا الفعل في هذه الجملة يحتمل معنى كذا ويحتمل معنى كذا فلو حملناه على المعنى الأول دل على كذا أو على الثاني دل على كذا هكذا المعنى الثالث الدخول في الشيء مكانا كان أو زمانا أحيانا نستعمل وزن أفعلا ليس للتعدية وليس للصيرورة بل للدخول في الشيء كيف للدخول في الشيء هذا أيضا كثير مع الأسماء يقولون أبحرت السفينة ما معنى أبحرت قالوا بمعنى دخلت في البحر فهمنا وأشركت وأغربت يعني دخلت في الشرق أو في الغرب وكانوا يقولون أمصر أمصر زيد يعني دخل في مصر وأشأم إذا دخل في الشام وأعرق إذا دخل في العراق وهكذا وكلنا سماعي طيب وفي الزمان في الزمان مثل أصبح يندخلنا في الصباح وأمس يندخل في المساء ومثل هذا أشأم أعرق أصبح أمس وهكذا رابعا قد يستعمل وزن أفعلا قد يستعمل للدلالة على الحذف والإزالة السلب والإزالة الإزالة هي الحذف هي إزالة الشيء يعني إبعادهم كقولهم أقذيت عين فلان وأعجمت الكتاب ما معنى العجمة ما معنى أعجمي أعجمي هو غير العربي فهمنا فإذا كان كل أعجمي هو غير العربي إذا كان الكتاب غير مفهوم سميناه أعجميا واستعجم الكتاب علي بمعنى لا أفهمه فهمنا وقديما كانت الكتابات كانت الكتب تكتب بدون نقط يكتبون الحروف بغير نقط فهمنا فكان في الكتاب إعجام شيء غير واضح فزاد عليها العلماء النقطة بعد ذلك فكانوا يقولون أعجمت الكتاب ما معنى أعجمته قالوا بمعنى أذهبت العجمة عنه يعني كان أعجميا فأنا أزلت عنه العجمة فهمت أقذيت عين فلان القذا هو التراب أو الشيء الذي يكون في العين بسبب السفر مثلا أو المرض فنقول أقذيت عين زيد يعني أزلت منها القذا القذا هو الشيء غير النظيف فهمنا جاء في الله في الأخبار أن الشافعية رضي الله عنه كان مريضا فهمنا فدخل عليه بعض الناس يزوره فقال قائل أسأل الله أن يشفيك أن يشفيك يشفي مضارع من أشفى مضارع من هذا الوزن أشفى يشفي أما مضارع شفى شفى يشفي بفتح الياء أسأل الله أن يشفيك فنظر الشافعي يشفيك بمعنى يزيل الشفاء عنك يعني إذا شفيت فيذهب الشفاء وتعود إلى المرض طيب فورد أن الشافعية قال يعني اللهم بنيته لا بقوله هو ينوي خيرا ولكن القول هذا القول لو أخذنا بظاهره فمعناه الإزالة معناه هذا فإذن قد يستعمل وزن أفعل للسلب والإزالة أي أزلت القذى عن عينه وأزلت عجمة الكتاب بنقطه مثلا الخامس مصادفة الشيء على صفة مصادفة الشيء على صفة يعني وجدته هكذا وجدته على هذه الحال ذهبت إليه فصادفته هكذا فنقول مثلا أحمدت زيدا يعني وجدته حميدا وأكرمت زيدا ليس أكرمت بمعنى أعطيته يعني رأيته كريما ذهبت إليه فأكرمته يعني حسبته كريما أبخلته أي صادفته بخيلا أو وجدته بخيلا أي صادفته محمودا أو كريما أو بخيلا وهكذا السادس الاستحقاق الاستحقاق بمعنى أن هذا الشيء يستحق هذا الفعل طيب كقولهم أحصد الزرع أحصد الزرع الحصاد هو القطع طيب صاحب النبات صاحب الزرع ينظر فيه ويقول الآن استحق القطع جاء وقته فهمنا فيقول أحصد الزرع يعني استحق الحصاد وأزوجت هند أي استحقت الزواج يعني هي في هذه السن فهمنا يقول عندي هنا في الهامش مثل هذا الذي هو مصادفة الشيء قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني من وجد قلبه غافلا وليس معنى أن الله هو الذي فعل به هذا بل هو الذي بنفسه لما ابتعد عن الدين فوجد غافلا المعنى السابع التعريض التعريض بمعنى تعرف معرض الكتاب المعرض التعريض يعني عرض الشيء أمام الناس لسبب الإظهار كقولهم أرهنت المتاع أرهنته يعني عرضته للرهن وأبعته يعني عرضته للبيع الرهن هو الرهن هو أنني أريد أن أخذ دينا من زيد ولكنه يريد أن يكون مؤكدا لدينه ضامنا له فيقول أعطني ساعتك أعطني هاتفك يبقى عندي وعندما ترد الدين أعطيك نعم فإن لم ترد إن لم ترد الدين الآن هذا عندي أستطيع أن أبيعه وأخذ حقي منه فهذا يسمى رهنا فيقول شخص أرهنت متاعي يعني عرضته للرهن من الذي يأخذه ويعطيني هذا المال فهمنا وأبعته يعني عرضته للبيع الثامن أن يكون بمعنى استفعل نستعمله بمعنى ماذا بمعنى استفعل كقولهم أعظمته بمعنى استعظمته يعني حسبته عظيما أعظم بمعنى استعظم التاسع أن يكون مطاوعاً لوزن فع على بالتشديد المطاوعة المطاوعة هي النتيجة مطاوعة هي النتيجة طيب من الفعل أطاع يطيع أو طاوع يطاوع فنقول مثلاً فاضطرته فأفطر أنظر إلى المطاوعة مشهورة إن شاء الله تعالى في وزن فعل كما سيأتينا وقد تأتي في غيره فعلت شيئاً فكانت هذه النتيجة أنا فطرت زيداً التمكين يعني يعني أعطيته الفرصة أعطيته الإمكانية كقولهم أحفرته النهرة أحفرته يعني أعطيته الإمكانية مكنته من حفره قال المصنف هذه المعاني العشرة هي أشهر المعاني وربما كان لغير ذلك هي أشهرها وربما استعمل كأصله أحياناً يستعمل المهموز مثل الثلاثي ولا يكون فيه معنى جديد مثل قولهم سرى زيد سرى بمعنى سافر ليلاً وأسرى زيد بمعنى سافر ليلاً فيكون الفعلان بنفس المعنى وهذا قليل قال وربما استعمل كأصله طيب كسرى وأسرى وربما أغنى عن أصله لأن أصله لم يستعمل ونحن قلنا لا يلزم لكل ثلاثي أن يستعمل له مزيد ولا يلزم لكل مزيد أن يستعمل له مجرد فربما استعمل بدلاً من أصله لعدم ورود الأصل كأفلح قد أفلح المؤمنون ولم نستعمل الفعل فلح الفعل الثلاثي لم يستعمل فهذا ينوب عن فعله الثلاثي ونظر مجيء الفعل متعدياً بلا همزة ولازماً بها لاحظ نحن قلنا إذا زدنا الهمزة وكان الفعل لازماً يصبح متعدياً فهمنا إذا كان لازماً وزدنا الهمزة يصبح متعدياً وأحياناً يكون الفعل متعدياً أصلاً ونزيد الهمزة فيبقى على تعديته والسؤال هل يمكن العكس؟ هل يمكن أن يكون الفعل متعديا فنزيد له الهمزة فيصبح لازما هذا نادر جدا قليل مسموع في بعض الأفعال ولكنه نادر قال نادر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما بالهمزة كقولهم نسلت ريش الطائر نسلته يعني قطعته ويقولون أنسل الريش أنسل فعل والريش فاعل بدون مفعول فالفعل نسل نسل بمعنى قطع متعد ولما زدنا الهمزة صار لازما هذا قليل نادر لأن الأصل هو العكس عرضت الشيء يعني أظهرته وأعرض الشيء بمعنى ظهر بنفسه لازم كبابت زيدا على وجهه معنى أسقطه على وجهه وأكب زيد على وجهه هذا لازم وقشعت الريح السحاب قشعت الريح السحاب بمعنى أزالت الريح السحاب وأقشع السحاب يعني هو زال بنفسه وهو لازم فهذه أفعال كانت متعدية فلما حولت إلى وزن أفعال صارت لازمة قال الشاعر كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت قوم عطاش أبرقت أمامهم غمامة أبرقت بمعنى ظهر البرك فيها والبرك هو النور يظهر في السحاب عند نزول المطر وغمامة الغمامة هي السحابة السوداء التي هي تنزل المطر يوجد السحاب الأبيض الخفيف الذي يمر بسرعة ويوجد السحاب الذي يجعل السماء تظلم وهذا الذي فيه الماء ويسمى غماما لأنه لا يكون أبيض يكون لا نقول أسود ولكن يكون داكنا كما أبرقت قوما عطاشا غمامة هذه الغمامة أبرقت فاستبشروا فلما رأوها لما رأوا ذلك وانتظروا نزول المطر أقشعت يعني تفرقت السحابة انكشفت وحدها وتجلت وتجلت بمعنى ذهبت تفرقت وانكشفت فالشاهد في قوله أقشعت استعمل هذا الفعل لازما وكان المشهور أن يستعمل متعديا لأن الثلاثية منه متعدي قشعت الريح السحابة فهنا استعمل لازما هذا قليل واضح هذه أشهر معاني وزن أفعل وهو الوزن الأول نقف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم عن معاني هذه الصيغ الزوائد إن شاء الله تعالى في الدرجة القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا